اشتركوا في القناة اسم القسم او اسم حضرتك اسم المشروع اي شيء لكي بطريقة في برنامج باوربوينت طبعا الاسم عندي اياه جاهز ومكتوب بمربع نص لحال وعندي الوصف ايضا مكتوب في مربع نص مستقل وعندي المستطيل طبعا هذا المستطيل موجود عندي اياه بمساحة الاسم فيدي نرسمه وفيدي اطلع منه مستطيل اخر اصغر بحفل علوية ومستطيل اخر هذه الاشكال لحتى ما نضيع من نقطة الفيديو وقتكم انا جهزتم جهازات تمام وراح نبدأ فقط بوضع التأثيرات الحركية وكيف ممكن نتعلمها طبعا نحن مختارين للخلفية لون الاسود او قريب الاسود فيك تختار انت الالوان يلي بتناسبك وتستكمل معي هذا اللقاء طبعا بداية الاسم رح يتحرك معي من اليمين الى اليسار والسلوغن رح يكون عندي اياه من اليسار الى اليمين يعني الاسم رح يكون عندي اياه خلف المستطيل بالضبط لهيك رح اضغط على مفتاح الشفت وبعد بنجهز المتريال بشكل جميل وبنكر مع السحب لحتى يختفي معي النص خلف المستطيل والنص هو بتركه محدد متل ما هو بتوجه الى قائمة ومن ثم اضافة حركة وبنختار اللي هي مستقيم وبختار حركة كنت عنديها يعني الى اليسار الان مقبض النهاية تمام او مؤشر النهاية هذا سهم الاحمر بنكر عليه بعدها بضغط مفتاح الشفت وبنكر بحرك لليسار بحيث يكون هو بموضع يعني بهذا الموضع بالضبط الان بجعل بدء التأثير يكون عندي اياه مع السابق وبختار مدة زمنية حسب نسبة التأخير اللي تحتاجها بطيء او سريع رح نضط على واحد ولا يكون وبنفوط الى خيارات التأثير وبجعل فقط الانتهاء متجانس خلنا نشغل ونشوف لحركة كيف راح تكون معنا الان بعد منه اثناء تحريك هذا النص يتحرك معي ايش يتحركوا معي المستطيلات للثلاثة ويكوني عندي اياهن فلاي ان تمام بختار دخول ويكوني عندي اياهن من اليسار طبعا بختار ايضا يكون عندي اياهن الثلاثة مع بعض يعني مع السابق ونسبة تأخير بنتركها على واحد بحيث يكون السرعة متناسبة مع سرعة النص اللي اخدناها الان فقط للملاحزة بعمل تمييز ما بين المستطيل العلوي والسفلية دول الخطين يعني بعمل نسبة تأخير هذا مسلا يكون عندي اياه بنسبة اه عشرة او خمستاش وهذا بنسبة الخمسة عشرين او تلاتين خليها تكون خلنا نشغل بالبداية نعمل معينة ويكون معنا بهذا الشكل بعد ما ننتهي منهم بجي بحدد السلوغان وبتوجه الى الحركة في حركة جميلة بنختارها يعني مزيد من حركات الدخول في عندي بختار اوكيم وبختار يكون عندي اياه ايضا من اليسار تمام يظهر بهذا الشكل كمان بنختار التأثير يكون عندي اياه مع السابق ومدة زمانين نضبطها حسب السرعة اللي نحن محتاجة خلنا نشغل ونشوف وبفيك تتحكم بالخيارات ما بين السرعة ونسبة تأخير لحتى تحصل على مخرج جميل منشغل ونشوف معينة بهذا الشكل رح نشوف الآن النص يعني ظهر معي وين ظهر معي حتى امام المستطيلات لهيك انا بحدد للتلات مستطيلات وبتوجه الى الشيب فورمات وبنختار احضار الى المقدمة عشان النص اساسا يعني يكونوا خلف يكونوا باعلن النص ازا كان مروا فوقه ونفس الشيب موضوع النص بنرجع الى تمام وخلنا نعمل شوية تأخير للنص النص منشغل ومنجرب ممتاز جدا يبدو محتاجين نسبة تأخير تاني او نرفع الى الخمسة وتلاتين تمام او صفر فاصل خمسة وتلاتين بالضوت خلني احدد على اول تأثير ومنشغل ممتاز وجميل جدا الآن مشان تكمل معنا الخضعم بتوجه الى قائمة الانسيرت وتوجه الى الشيبس اللي هي اشكال وبنختار مستطيل وبنكر وبسحب حتى ارسل مستطيل عن الجانب الايمن من الشريحة تمام ولا يكون معي مثلا بهذا الشكل بحيث يعني اغطي المستطيلات هذا المقصود فيها تمام وبجي بتوجه الى الخصائص الخاصة بالالوان طبعا بختار الالو بدون خط رسم واللون التعبية يكون من اللون الخلفية من النور الخلفية بالضبط بعمل استكرار وبسحب على الجهة المقابلة بالضبط لالو بحيث النص هو لما يتحرك معي النص على هذا المكان ما يتغطى فيه لكن انا محتاج فقط ان النص والاشكال تظهر من مناطق معينة من ضمن الشاشة فخلنا نعمل معينة سريعة ونشغل ونشوف ممتاز وجميل جدا جدا يا اصدقائي فلو شغلنا الشريحة كمان رح نشوف انه قدمنا فاصل تعريفي بآلية الموشينيغراف بآلية جدا بسيطة وجميلة وسهلة في برنامج ميكرو سيط بوار بوينت اتمنى اكون قدمت لالكم الشيء الجميل والنافع لا تنسوني من التفاعل والدعم والاشتراك ولا تنسوا متابعتي على حكاية شغف ومتابعة الدبلوم المتكامل في المنتاج الاحترافي في برنامج ادوبي برميير الفين واثنين وعشرين القاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته